اشتركوا في القناة أهالي راس الأحمر لخصوصية هذه البلد لأن أغلب أهالي راس الأحمر طلعوا من فلسطين ما ضل إيش اللي اختاري واحد ماذا؟ علشان هيك عم نعمل بمناسبة الذكرى للنكب الستين احنا وشركائنا الأوروبيين عاملين برنامج بهاي المناسبة علشان هيك احنا عم بنسجل معاكم هاي المقابلة انت موافق على تسجيل هاي المقابلة؟ والله هذي مقابلة يعني ذكرها هاي ما بالضر ولا يعني ان ما نفحت ما بالضر أكيد حاج هاي بتنفع يعني للأجيال اللي جاي حاج انت من أي منطقة ووين تسكن حاليا؟ انها من المنطقة عيني الحيني طبعا وبالقاطع الثاني يعني تحت الشارع الفويني بين الشارعين حي الرأس الأحمر حاج شو اسمك الثلاثة؟ طالح إبراهيم أحمد قدي عدد أفراد أسرتك اللي قبل الهجرة؟ قبل ما تطلع من فلسطين؟ قبل ما نطلع من فلسطين؟ والله قبل ما نطلع من فلسطين أنا والمرأة بس حوال سنتين كانوا تجوزوا وأمه وأبوي ماتوا بيوم واحد برضو يعني أنا ربيط يتيم كان عمره شت سنوات لما ناتت أمه وأبوي أرشت كيف؟ طيب حاج قدي عدد أفراد أسرتك الحالية؟ الحالية ست بنات وصبياني اثنين والمرأة ستة واثنين عدماني واحد تسعة مكانه تاريخ الولادة والبلد الأصلي؟ الراس الأحمر shabiesh ricardo عن تأسيس رأس الأحمر؟ لا. تأسيس رأس الأحمر إحنا عينا عن رأس الأحمر من حين مخلقنا والرأس الأحمر مولوده يعني هي إلى تاريخ قديم مش تاريخ حديث يعني قرية أو كولانية عملوها جديد وإلى تاريخ لا بلد قديمي مش بلد يعني حديثي لا تتذكر حدود القرية للرأس الأحمر والقرى المجاورة لكم؟ كل لرأسه طبعا فيك تذكر لي إياها؟ يعني الرأس الأحمر سموها الرأس الأحمر لأنه جاي على ثلول حمر ثميت بالرأس الأحمر الرأس الأحمر هي من الجليل الأعلى بحيط فيها أن الشمال قريص صلحة وفارة من الجنوب طيطبة والصفات من الغرب الجس وشعسع شو بعد عندك؟ لا هاي الأرض على جهاز المساحة تبعها تقريبا ما يقارب الخمس كيلو متر مربع شرق غزة وشمال تتذكر حاج عدد السكان اللي كانوا يقيموا براس الأحمر قبل عام 1948 أقل بـ 48 ما بين السبعمية وخمسين أو ثمانمية نسمة بس بتتذكر لي عسماء أشهر العائلات اللي كانت بقرية رأس الأحمر كان العائلات اللي بالرأس الأحمر دار أيوب دار الخطيب دار الشايب دار عوض دار هريف هاي العائلات بالإضافة إلى بعض أناس كانوا يعني بدك تقولي عائلات يعني عيلي عيلتين بس ما قلونش يعني حمولي كبير بتتذكر حاج ناس اللي طلعوا من فلسطين تشردوا وين قاعدوا بعد النكبة من رأس الأحمر الرأس الأحمر أول ما طلعنا نحن جينا على البرج الشمالي هذا اللي كان معفكر مضبوط بعدين جينا من البرج الشمالي سكننا بعيني الحلوية قبل ما إجت لهون عند التعمير هناك عند التوارئ بالإضافة إلى جماعة طلعوا على المية ومية في عندنا جماعة كانوا شاكنين بالجنوب بحريص من دار الخطيب دار أيوب كانوا شاكنين ببنت شبيل يعني بلك تقولي كل الرأس الأحمر كانت به المواقع هاج ما حدا راح لبرج تذكر بأي مخيمات في ناس من رأس الأحمر؟ من رأس الأحمر؟ رأس الأحمر فيه بعيني الحلوي بالميومية فيه بالبص فيه بالراشدية فيها ثلاثة فيك تذكر أسماء هاي العائلات اللي بالراشدية وبعيني الحلوة؟ الراشدية وبعيني الحلوة من بيت عوض من عائلتنا إحنا بالمية ومية فيه من بيت الخطيب والباقي كله بعيني حلوة بعيني حلوة مين هي العائلات الموجودة؟ العائلات الموجودة الخطيب أيوب شايد عوض هريش فيه حدا نطلع على الخارج من أهالي رأس الأحمر؟ من أين؟ يعني بريت لبنان؟ فيه بريت لبنان فيه بريت لبنان فيه بالشام من بيت الشايد أتكر بس شغيرة فيه من بيت الخطيب فيه من بيت الخطيب كانوا بالشام وهلأ أصفوا بالأردن العقي السمير الخطيب تعرف هاي العائلات عثماء وإلكوا فيها سلة أرابي أو؟ مين؟ الناس اللي بالأردن وبيت الخطيب فيه إلكوا سلة أرابي بينها؟ بالأردن فيه من بيت خطيب أرابي العائلة سبعي العقي السمير وأخرتو فيه اتصالات بناتك وصارق بتصير وهيك؟ مفكتين بتعرف العائلات اللي فيه عائلات بقيت بفلسطين؟ بفلسطين؟ من رأس الأحمر بقش اللي اختاري واحد باس من بيت خطيب فارس حمادي بقى بالبلد وأموه اللي بحطه بالجس ومات بالجس فيه سلة أرابي بينك وبينه للي بقى بفلسطين؟ بفلسطين اللي عائلتين كبار الفلسطين فيه عرارة البطوف فيه بنتي وأختي وعمتي وإخوالي فيه عائلة النعمة إخوالنا وفي الكنعني حملتنا إحنا هذول اللي إحنا أفلان من فلسطين دعنا من فلسطين كله هذولا مش مش صحوا هذولا ما أساسا من عرارة البطوف هااااااااااااا في الكنكس سلة بينك وبينه بعد اللي حد هلا أتصالات؟ بصورة دايمة هذول 948 ما بنتي راحت بالاشتياح وفلسطين اتجوزت كمان لقى لي النقطة وبشكل دائم في اتصالات بينك وبين ان تحكموا مع بعض وهيك رحت انت عفلسطين رحت مرتين رحت بالاشتياح ما كان ينطل تصريح بالاشتياح وقبل الاشتياح رحت رحت بالثمانين ورحت بالواحد والثمانين كيف حسيت لما رحت عفلسطين بعد النكبة كيف كانت الشعورك فلسطين بعد النكبة اخترت فلسطين احسن ما كنا فيها لان فلسطين اتعمرت مظلوط وتحرشت مظلوط فيش بترمي شيء بنزل على الارض من قصر الغباية اللي عاملنا فيها والعمار انا كنت قليص بحايفا العمار ما كانش الا دائرة حاكم اللي هو بالكرمل وكمان فيها كم دور فيها اليوم لما انا طاعت هالكرمل كنت بطلع من حد الكرمل لكفر قرع للمثلث تبعا كل عمار الارض مستشفى حنزل اللي بالحايفة كان كان بنايا صغيري هلأ صار بطلع يمكن نصف صيدر متغيري كتير فلسطين عن الاول فيك توصف لبيوت اهالي راس الأحمر قبل النكبة قبل 1948 كيف كانت شكل لبيوت العديمي كيف كانت لبيوت العديمي تيدي طلعشي اربع خمس دور بس بالبلد بعد ان عاملين ساكنين اليهود بعدين البلد مسكوني مسكوني فيها مزارع جاز وبقر وما بعرف وبنين فيها البلد مبنية فيها كوبانية كيف قبل السنة 48 كيف كانت شكل لبيوت عدكوا بقرية الراس الأحمر البيوت اللي كانت بالراس الأحمر قبل النكبة احنا نسفوا البلد عندنا الانجليز مرتين نسفوا اول مرة بثين ثاني مرة قضوا على البلد كلها النصف الكبير من البلد هدموه هدموه صار بالاول كانت بيوت عادية طبعا قباوي وخشب وما خشب بالآخر بعد من تسفت البلد صفت كلها عمار بطون تقريبا وبعدين الحجر عندنا كنسف حجر بطون حجر أبيض مثل مستشفى الحكومي هون حج فيك تقول لي كم دنم كانت تبلغ مساحة راس الأحمر قديش كم دنم كم دنم يعني إذا أنا بدي أفكر أخذ لك إياس على البلد من الشمال للجنوب من الشرق للغرب أفكر فيه حوالي خمس كيلو متر مربع مساحة البلد قرية راس الأحمر كانت تتألف من حارات حارات شو يعني يعني كان عندكو بالقرية في فلسطين مثلا حارات مثلا كيف هون هلأ يعني بتقول في الحي الفؤاني الحي التحتاني الحي ليك حارات براس الأحمر يعني حارات كان عددها حارات طبعا في حارات في بقولوا أن كان الحارة الفوء أو الحارة التحت بس بعدين عندنا بالبلد ما كانش فيه فرق بين سكان البلد سكان البلد كانوا كلهم كعائلة وحدة يعني ما في حاجز بين الأهالي أبدا خطيب أيوه شائب غير وكل ياتوا عائلة وحدة يعني كان عندكو بالبلد في مساجد وكنائس ومدارس كنايس نفس لأنه في السعنة مسيحية كان جامعنا سفوء سنة 36 النجليز بعدين بقيت في مدرسي عمروا مدرسي بإبل البلد بالمرج وبقيت المدرس هي عملوها جامع كان في عندكو بالقرية مقابر وبرق ماي مقابر كان وين نحرقهم مثل الصينيين يعني إلى الأموات مالك أنت في بلد فياش مقبرة طبعا فيه وين كانت تقع هاي المقبرة المقبرة سرقية البلد طيب بدي تحكيلي عن المدرسة شوي اللي كانت بالبلد المدرسة 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 مدرسة كانت بتقر في المدرسة الابتدائية يعني مدرسة مليحة يعني عمروها تماما في حواليها جنينة والشجرية وفي ثواكه هما ثواكه بتبعد عن البلد ماشي عشر دقايق بالي البلد بالمرد أنت متعلم حاج؟ لا مش متعلم بس كنت بالصف يعني بدك تقولي الأول بالصف وخامس سنة بالمدرسة كنت أعلم أنا لولاد مش الأستاذ حتى يوم من إيجز إيجز الأنقاض وطلعوا يحتلوا للبلد وعى المدرسة بقول لي هذا النائب حبيب بقول لي شو صالح إبراهيم بين الأول كلها ستجريات الأول الأول أنا عمي بس الشمس أصر أنا لما ماتوا أهلي كانوا بدين يبعثوني عن أجانع الجزار طلبة علم بس بتعرفي بهذيك الأيام الدنيا ضعيفة وأنا يتيم والحالي مش مليحة ما رحناش ما تعلمنا بس لما إيجينا لهون وأنا لما رحت على البوليس كنت نتعلم شوية نجليزي وعبراني وكذا من العسكرية يعني كان في بنات يتعلموا بالبلد عندك بالقرى نبعا بالقرى بنات وشباب مع بعضا البعض أساسا ما كانش عندنا احنا بالمدرسة الابتدائية ما في بنات وشباب يكبروا لأنه كانوا يعلموا أنه للصف الرابع يعني البنت اللي بتدخل المدرسة الصف بعمر ست سنوات ثلاثة أربع سنين بالصفة بالصفة الرابع يعني بنت عشر أطنعسة سنة بتخلص من المدرسة ما في مثل هو انصبايا وشباب وكذا لا قلت لي كنت بالبوليس أي بوليس بفلسطين نعم قلت لي كنت بالبوليس بالبوليس والله ده بدي أحكيلك عن تاريخ حياتي بديك سجلات كثير تتعبية ما رأيش منسمع أنا حبيبتي تبظفت في البوليس كان عمري ثمانتراشر سنة خدمت بحيثي بالمركز الغربي سينة سنتين بعدين اتحولت من البوليس روحت قدمت على السجون تبظفت بالسجون روحنا على معسكر عطلية كليرنس كامب اللي كان معتقل بالاستياح كليرنس كامب خدمت ثلاثة ربع سنين بعدين انتقلت على نور شمس خدمت بنور شمس بطول كرم بعدين بنابلس بعدين انتقلت على الأثرون باب الواد من هاي المواقع بعد ما خلصنا من البوليس سنت الثمانة واربعين تقريبا قبل الثمانة واربعين حمس واربعين يعني عبد القادر الحسيني لما دخل فلسطين اجهت دغري من عنا على طول كرم وظل رايح على الجنوب لما استشهد عبد القادر الحسيني انا كنت مسؤول الحرس وبلش الضرب علينا معسكر الأثرون لانه معسكر الأثرون بيجيب باب الواد وزربنا ندخل المساجين على المحلات تبعهم وانتهى الأمر بهذيك الليل استشهد عبد القادر الحسيني خلصنا من نور الشمس من الأثرون بدنا نروح لهون على الشمال الطرق كلها مقطوعة كانت حيفة صارت مكثورة طرق مقطوعة مشينا تقريبا لظلينا ماشيين لبير زيت ماشي على الأرض كنا 12 واحد عسكرية كانوا الـ 12 فلسطيني فلسطيني كانوا الـ 12 معك بالجيش من رأس الأحمر ولا من بلد ثاني وين هن اللي كانوا معت بالجيش لا 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 في من نحي في من بلاد ثاني في البوليس كانوا مش من البوليس واجي علينا كمان أربع مسلحين لما انكسرت حيث لفوا علينا وروحنا سوا واجينا عزينين منعونا نطلع للشمال جيش الإنقاذ الموجود هناك قال لا بتظلوا معنا هون شفونا كلنا عسكرية قالوا لك ظلم لها مدربين قلنا له لجيشة واحد تبعا حظيرا هناك قال لا أخذنا عشانة وبذكر بعد العشرة هذا من سنة الـ 45-46 يمكن شربت أمع وبندورة ولحم وقال أنا بنزل بتنزل وأمت من هون إحنا بنا نقطع من شرق العفولي هاي العفولي كبانية كانت منزلوا من الجبل على الشهل وبنظل طالعين قال لنزل الحظيرة تبعي افتكمن بالجبل هون إذا طلعوا الدبابات اليهود من العفولي بنعطيكم طلقة بتناموا بين الزرع الأمح أصع أعلى من الزلام والله نزلنا احنا كفلنا الشمس أريب طيب نزلنا بالشهل وظلنا نافتين قال لأمح طلعوا الدبابات من الكبانية شفونا هون شو اسموه قال ضرب لنا طلقة قال لما بضربوا لكم الطلقة الثاني بتنسحبوا تسحبوا صارت الدنيا ليه العشد الدنيا قلنا له طيب نمنا بين الزرع احنا بالضرب أول طلقة نمنا بين الزرع ما ضرب الطلقة الثاني ظلينا نايمين وصلوا الدبابات عسوه ما قطعنا ووقفوا على الشارع ظلينا نايمين بالضرع يعني حويله أكثر من ساعة بعدين قلنا يلا صارت الدنيا عثم شحبنا عبطون نظلينا نايمين وصلحنا من الزرع وصلحنا من الزرع وصلحنا على الجبل ونزعلنا على محل الثاني على ندور هاي بلد ندور هاي بلد ندور كن في حرص طبعا ندور البلد قلنا له بسيطة بعث ابنه معنا والله نهرونا الحرص ووقفنا سألونا هيك منين جايين وما منين جايين نتعلم هون عرب وحنا عرب وليس عرب قالونا بتكن تعزله شوي بالسهل لأنه هون بفوت دوريات يهول قلنا له طيب جلنا وكبسنا بها السهل كبسنا بها السهل عند الدور البيضة بسهل مرج بن عامر ما شفنا إلا إحنا وعين ضمن طوق كله تساتب تلمع بالندى ايه مشكلة هاي دي حكاية هج نهرو علينا وانبطعوا الشباب اللي معنا كبلا بالأرض بقيت أنا واقف قال أنا من غير شر معلق السيطينهم باسي قال بديش نعم هاي شو بتكن قربوا من خلص ما نتطوعنا تسفضلوا قربوا قربوا ايه هذول اللي معانا لمسلحين اللي جايين من حيثة سحبوا سلاح عليهم كمان ايجوا ولا هن عرض من جيش شو اسموه جيش الانقاذ وإلا بيتنوا نسلحون البواريج للشباب وإلا بيتنوا نسلحون قال كيف ننهرو علينا وكيف انتوا نهرتوا عليهم النتيجة خلصنا حالا مننا ولا هن ساكنين بالبلد تبع المسلحين هالفرقة عراقية قطعنا وطلعنا على الناصر يسيرنا ومن الناصر يجينا على الدليل وبقينا بالرأس الاحمر لروحنا عملنا فصيل بالبلد وبقينا لأجينا على لبنان طيب حل بدأ اسألك فيه بالقريط الرأس الاحمر كان معالم اثرية مين؟ بالرأس الاحمر كان عندكم معالم اثرية فيه معالم اثرية كثير فيه عنا برأس الاحمر فيه منطقة بلولة الخرب فيه معالم كفرية كثير معالم قدينة على زمن الكفر شو هي هاي المعالم؟ يعني بتعرف كيف المعالم كنا نشوف وإحنا أولادا نروح نلاقي شو اسمه زي أبري أزاز كذا هيك شي وفخار وما فخار وهني كانوا اليهود لما كانوا ييجوا سنة ال36 كانوا ييجوا من لبنان ومن لبنان يروحوا على فلسطين كانوا ييجوا على البلد ويروحوا يزروه هاي عندهم تواريخهم بهالاشياء هاي بالخرب وإن كانت محلة تخام؟ غرب البلد غرب البلد غرب البلد منطقة اسم الخرب الخرب الإبلي والخرب الشبلي بتتذكر حجم؟ يعني مغرها مش معالم يكبل بالسهل مغر بجبال تتذكر حجم المساحات الزراعية بالبلد؟ ولمين كانت تابعة؟ حجم المساحات الزراعية بالبلد؟ لمين كانت تابعة؟ البلد عندنا مقسمة على كل السكان كان في عندنا تقريبا عويلة ثلاثين قسم كل واحد إلو إشي إلو فلاح الصور كم دولة فدان مقسمة على البلد بالتساوي هاللي عنده مثلا ثدان إلو ولدين يصير إسمهم على اثنين اللي عنده أربعة إسمهم على أربعة هيك كانت مقسمة للبلد ولكروم كذلك فيك كثير كروم فيها مزروع سجري وبشتين وخضار وأشياء من السجل برضه مقسمة على البلد تذكر لنا أسماء الملاكين الفلسطينية؟ الملاكين؟ الملاكين؟ زي ما بحكي لك الملاكين أسماء أسماء؟ في عندك مثلا دار أيوب التوفيق عبد الله أيوب عبد الرحيم أيوب أحمد الحز علي ودار الخطيب نحيجين وخطيب مقسمة على شو اسمه؟ على البلد كلها يعني وين كانت تقيها أملاكين؟ بأي جهة؟ الأملاك؟ بأي اتجاه من القرية؟ يعني كل واحد بأني أضل ما فيه؟ لا 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 هيا الرحيم الأحمر هيا الأملاك الجهة الشرعية لكل البلد والإبليه لكل البلد وهيا لكل البلد وهيا لكل البلد يعني الأملاك كلها حيطة البلد من جميع الجهات ما فيه جهة معينة وجهة خراب ما فيه حرش وكذا لا الأملاك حول البلد لف ديرمين دور بكل الجهات طب هاي الأملاك اللي كانوا يمتلكوها كلها كانت زراعية أو غير زراعية لا كلها زراعية فيه زراعة تختلف عن زراعة فيه عندك مثلا الكروم هاي اللي من جهة الإبلية هاي بتنزرع سجريتين وعنب والرايحة وجاي وبندورة وبطيخو والأملاك الثاني تبعث الزراعة الأمح والشعير والقطاني حول البلد بريت الفخنة يعني المزوعة نصب شكل والبشتين كمان تحت بالوادي فيه مي ووادي في عنا مي قوي إشماعين العلوية برضو كان فيها عليها بشتين تحت طيب حاج بدي تقول لي هاي الأراضي المزروعة من وين كنتوا تزاودوها بالماي؟ هاذي العلية فيش إلا البشتين بالماي تحت بقية الخرون كلها والبندورة والنصب والتين والزتون كله بعلي بتجش ماي يعني بتجون ماي طيب مصدر الماي كان نفس المصدر للشرب والزراعة؟ المي تبع بلدنا هي أحسن مي موجودة يمكن بالقضاء إسماعين العلوية مصدر واحد للشرب والباقي بروح بالأرض بالبشتين شو هي أبرز الأثمار والمزروعات اللي كانت بقرية رأس الأحمر؟ شوفي برأس الأحمر أهم زراعة تبعها كان البندورة والتين والزتون بندورة تين زتون بآخر الزمن صاروا يزرعوا فواكه يعني بدك تقولي من الأربعينات وبالطالع صاروا يزرعوا فواكه تفاه ونجاس وخوخ وأشياء من هذا الشكل حتى عملوا معرض يوم الإن جديد بين الفواكه الإسرائيلية كان في عنا كم كوبانية بالحول إسرائيليين هاي الوقاصة نجيمة الصباح هذولا عملوا معرض ليشوفوا مين الفواكه تبعوا شوها طلعت بلدنا الأولى بالفواكه عباعل يعني حبت التفاع كانت كيلو هيك أخذت الأول بلدنا البندورة لما تطلع عنا بالبلد كانت تغطي الأسواق كلها بحيفة وبصفد وطبرية بس ما كان في أسعار يعني كان الواحد يخذ له مينة صندوق بندورة على أحيفة ما يجيبش أجار السيارة معتلين بالأسواق كان في عندكو بالقرية مطحنة ولمين كانت هاي المطحنة ووين كانت توقع؟ هاي المطحنة كانت لدرب وفخر عصام أيوب كان عندهم ببور طحين وكان في عندهم معصرة معصرة مش من البوابير اللي صارت بهالأيام هاي حديثة معصرة العادية لحصاني جر البد معصرة عادية وين كان مكان هاي المعصرة؟ المعصرة بنفس البلد بنفس البلد هاي المعصرة اللي بقولك عنك برضو هي لدرب وفخري يعني من ضمن دارهم بريد دارهم اللي جاي والببور إلهم ببور طحين إلهم كمان والمطحنة كانت نفس المحل؟ نفس المحل المطحنة والمعصرة؟ لا لا المعصرة بالبلد فوق والببور بأول البلد تحت بعد عن بعض كان عندكو بالقرية فيه من طوائف تانية مسيحية او يهودية او ارمن او هيك؟ ايش؟ كان عندكو بالبلد فيه طوائف تانية؟ لا 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 كله رأس احمر ولا رأس سود كان بالمرة طب تتذكر حجم مخاتير رأس الاحمر؟ نعم مخاتير رأس الاحمر اه كيف لا كان؟ تذكر لي عثماء؟ اول شي كان بالرأس الاحمر اول مختار احمد الحج علي ايوب احمد الحج علي ايوب بثورة التسعة وعشرين قامت الانجليز صوأت البلد وكان فيه ثوار عندنا بالبلد وهربوا من البلد اوسوا عليهم صابوا واحد اسمه ابراهيم يعقوب جبوه لعندي احمد الحج المختار ما هني كانوا سألينه عندكم ثوار عندكم فيه قالوا لا جبوه ليا هذا احمد يعقوب ابو يعقوب قالوا يتقول فيش عنا ثوار خوذ هذا واحد امو من المختار بهذاك الوقت مين حطه مختار؟ حطه ابن اخوه عبدالرحيم ابول الاستاذ رأوف عبدالرحيم ايوب وطلعنا من البلاد وايجى لهون ابو رأوف وماتوا دفدنا بصيدة هذا المختار تابع بلد يعني المخاتير كانوا من در ايوب مش من در الخطيب طيب حج بتتذكر يوم يعني طلعنا من فلسطين يوم النكبة والسنة والشهر؟ واليوم كمان تذكر لي اياه اليوم طلعنا من فلسطينيا ستة احنا بثمان وعشرين عزرة يوم الخميس ليلك الجمعة الف وتسعمية وخمسة واربين او تسعة واربين خمسة واربعين والله ثمان واربين ثمان واربين خمسة واربين كنت معني بالبوليس ثمان واربين فيك تذكر لي عن يوم النكبة كيف صار؟ وهل كانوا اهالي رأس الاحمر قاوموا العصابات اليهودية؟ والله رأس الاحمر كل عمر تقاوم وعصابات يهودية ما اجل عنا بالمرة كان في عنا جيش الانقاذ كان بالاول الششكلي واكرم الحراني وهذول السوريين واتاسي وما اتاسي حتى مدفن ضابط من جيش الانقاذ من بيت الاتاسي بالبلد عنا دفنوا بالبلد وحسن الزعين زاروا بالبلد عنا بالمأبرة وعملنا له عرض عسكر الى حسن البيك صار في مجازر بالقرى او بقريتكم مجازر او ضحايا بيوم النكبة؟ يوم النكبة؟ كان بالصفصات مش عنا بالجيش عبيادر الجيش لانه اجو الدروز واليهود على بيادر الجيش بالبساطة وكان جيش الانقاذ عنا جيش الانقاذ هو اللي خلى البلد تطلع هو اللي فل بالاول تبعته البلد اجو على بيادر الجيش وكان فيه هناك على بيادر الجيش جماعة من جيش الانقاذ وصار فيه المصدرة كبيرة ثوريين وما ثوريين فيك تحكيلي شوي عن مجزرة الصفصاف اللي صارت؟ مجزرة الصفصاف قلت اللي صار فيه مجازر بالصفصاف فيك تحكيلي؟ يعني اسمعت عنا ولا شفتها هان؟ لا انا شوفه اهو على الصفصاف سمعت عنا؟ طبعا ما هن بحق بينه وبينه النصطيعة ماشي رفاصم انت بعد عنا ما هذولة اجو الدروز من الجبل هن واليهود واجو على الصفصاف ما بعرفوا جيش الانقاذ كان بالصفصاف طبعا جيش الانقاذ كان صار من سحب دبكوا باهل الصفصاف قتلوا منهم اكثر من ثلاثين اربعين واحد واكثر ووضوا عبياد الجيش صداهم جيش الانقاذ اللي كان بعده الليبيين مغاربي دبكوا بالجيش الانقاذ اللي عبياد الجيش هاي المذبحة اللي صارت هناك حتى يغسلا فيي اللي كانوا مش ليبيين يغسلا فيي يعني انتوا لما سمعتوا عن هاي المجازر يعني طلعتوا من البلد ولا كيف لا هاي المجازر لما احنا كانوا جماعتنا سحبوا لما انسحب جيش الانقاذ كان مجحشع عنا بالبلد وبالمرج وطلع عني البلد طبعا اهل البلد اللي من الجيش فل بدنا نسل طب كيف رحلتوا من البلد ولجعتوا للبنان رحلنا من البلد كيف رحلنا من البلد ولجعتوا للبنان وعلى اي طريق طلعتوا انتي انتي واي بلد وصلتوا له بالاول فيش ولا بلد قدامنا وبيننا وبين لبنان فيش ولا بلد في جبال وديان رحبت الناس مشاعت كلها بجبال وبالوديان لوصلت يارون من يارون وصل للبنان دبقوا سكنوا بيرون وبنت جبال وبالبنان كم ساعة اخذت معكم ماشي من ماشي؟ فيش نص ساعة او ساعة بس من فلسطين لبنان نص ساعة ماشي يا عمي بلدنا بتبعد عن حدود لبنان خمسة عشر كيلو متر بس خمسة عشر كيلو متر بتعرف الناس لما تنزل بهالوديان ومن ذعري خاسي طبعا تستقمش معاها الطريق اكتر من ساعة فيش اكتر من ساعة من بلدنا لا يارون والحدود عن يارون بتطلع خمسة كيلو كمان طب ويني الناس طالعين ويني الناس طالعين من راس الأحمر لجنوب لبنان صار في معاناة عالطريق يعني مش معاناة كبيرة يعني لأنه بتقرفيك ما في واحد اللي عنده فراش دابي كذا بيركب الأولاد عليهم يستلوا الحسين او فرشتين على دابي وبضرها ما في معاناة لا ما فيه لأنه ما كان في عليهم يعني ضغط تصير في معاناة طب حاج فيك تحكي عن ثورة الست وثلاثين والهجرة اليهودية اللي صارت على فلسطين والله سنة الست وثلاثين كان اليهود مائلوا نشهم ولا بغضر يسووا شيء يعني نحنا اللي كنا نروح نهجمهم بكلانيات وينما كان حتى بذكر من سنة التسعة وعشرين طلوا على عين البرانية كلانية هاي حد عين الذاتون حرقوها وهدموها السوار في منهم من بلدنا كمان حتى رموا اختيار واختيارها بالنار والاختيار كانت من أهل بفيه النار وقولوا البسيطة بيجي يوم بسوف ايجي يوم اخذوا البلد كله كنت حاج من اصحاب الاملاك بفلسطين وفي عندك وراء او اثبتات ملكية؟ لا مش من اصحاب الاملاك نحنا انا قلتلك جينا حديث على فلسطين انا بتجرحلك اقولك عندي كذا كذا لعنا بعض اللي تروم شقاف يعني بدك تقولي مش من يعني بشيطات خالف طلعت معك شي وراء من فلسطين او اشياء هيك؟ لا 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 ولا طلعت شي ما في عندك وراء او صور او وثائق او اي شي طلعت معك من فلسطين؟ ولا شي ابدا اكل وشرب الدهر علي هاي الاوراق راحت صبنا اكثر من فرد ماكلين يعني طلعت معك لما طلعت شي وبعدين راحت ولا ما طلعت شي ما طلعت تتذكر ابيات عتابة او دلعونة او اغاني كانت تتغنى بالراس الاحمر ايام الحصاد؟ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سكر دماغي شوي شوي ما بيأثر يا عم شو بيقولك لا 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 ليس بعد السجن إلا فخر مجد يتسامى هاي بقى أحشظها من أيام عكا إذا بدي أتذكر لك عتامة ودلعونة اللي عم بيحكي معك كان حدا بالبلاد طب لك كان بتمنك كتير شغلات تقول لك بس والله راسك نطول بالنا شوي ونسمع إن شاء الله بروء هاي إن شاء الله بروء لا أقول لك شي كنت حدا تغني بالأعراس غني عريبة بين الحدادة وبين الغنانة وبين الحدادة كل القوى اللي ما حسبنا الثابة أو العتابة اه ودلعونة غيري من ستح بابة ومن ستح بابة غيري دلعونة دايب آل يلا دايب آل يلا في عنا واحد استشهد مسكين عم بتاولنا وياه قال لي أنا عنطر ابن شداد بالكون عبقصيطي على كالنجم بالكون ومع زنب العرش عمرت بالكون و جلست ساعة جلالة ربنا قلت له يا عنطر دوم على جروحك بتدوين وعدمك لجعل الغربان تدوين وخذها مني شلفة كرعت تدوين بعزمن ذلة لبطال العرب عتابة كتير شو بديك تحكي على عتابة؟ طيب بالأعراس كنت تقول لي كنت حدة بالأعراس ها فيكو تقولنا هيك شي بعرس حدا كان مهم بالنسبة لإلك حكاية يعني لا والله لا يعملها بالأعراس ما كنت تقول؟ لا بحفلات عراس بسيطة حدا العادي لا طيب يعني حدا لما توفى عتابة أو أحزان أو شي قلت شي هيك؟ شو ما حسبتيني عجوز أنا دور عتب على الميتين؟ الله العظيم يحكيها صحي نالك؟ بتعرف شي هيك يعني عن الهاتف؟ باعرف كل فيه أقولنا شو أقول لي؟ بخلان علينا هي أنا عم نطلب منك تقولنا هاي الأشياء هاي بتضل زاكرة يعني إلنا ولا أولادنا ولاد ولادنا حاج من جرح النكبي شو حافظ؟ من جرح النكبي بعد ما طلعته شو حافظ زيك شي؟ والله ولا فيه أغاني الدلعونة وعتابة تذكرت شي؟ الله تذكر يا حاج تذكر يعني اللي كان حدا بفلسطين بيكون بيمتلك أشياء كثيرة؟ قالوا لما إله تم الخليقة آدم آدم نبينا عمل تمثاله وعمله صورة بهيئة حقيقة وعالصورة ذات عمل إشكاله وألقع آدم نومي عميقة تستل الضلع من جنبه وشاله وقال له جبتلك أحسن إرثيقة حوى مشاها على شماله وكانت الحي بحوى وثيقة تذكر الشيطان يغني مواله صغتها وطعمتها من الدريقة وطعمت لآدم مثل ما قالوا ونداه ربه آدم بدقيقة وقال له خلافة ربك وخواله طردوا ربه من الجنة وهذا من مكر حوى الملعونة يا سيد لك حاجة مع كلّك الدنيا من حد آدم لا حد هون طيب حاجة فيك تحكين للعن يوم يعني بالرأس الأحمر قبل النكبة وكيف كنتو تقضوا أوقاتكم كيف كنا إيه تقضوا أوقاتكم نقضى أوقاتنا والله كانت الأيام حلوية كان الواحد يتمنى وإحنا بالإبلاد ما تغفف الشمس اليوم عم بتمنى ان فورا نتغيب الشمس اللي بده مشان يقبل شهريته واللي بده يقلص يومه وتعبه نحنا كنا لا بالبلاد غير هي كنا نتمنى الشمس ما تغيب حتى يطول عمرنا لانه هذا اليوم اللي عم بروح بروح من عمرنا وإحنا ما منحسب له الشهر لأنه الحياة كلها زفت ما هي طيبة بالأيام نحنا عشنا أنا عمري 82 سنة عشت 24 سنة بالبلاد مبسوط وبقيت العمر كله مقاش وزفت انت بفلسطين كنت مجوز نعم كنت بفلسطين مجوز انا انا اخدت الاذن السنوي سنت ال46 خطبت الاذن السنوي السبعة واربين اتجوزت السبعة واربين لما طلعت من فلسطين كان معك ولاد لا نعم 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 دولات كلهم دولات كلهم هون طيب حاج فيك تقول لي يعني شوه حلمك وشو تتمنى انا والله ما بتمنى الا اطلع من هون من لبنان هاي يعني هوايتي وقامش بكل الدول العربية من المحيط للخليج ما حداش يقول لي وين هويتك انا زلمي وحدوي وعنصري بحب اسئله انا رحت عزايا ع كندا قعدت سنتين قبل ما ازيتني الجنسية فليت وزيت بحب اسئله هوايه بدي افتل الدول العربية كل الدولات العربية الاستعمارية ما حداش يطلب مني لا زواز ولا هوية لانه هذا شعارنا احنا وهيك كانت الخلاف الاسلامي نحنا كنا حاكمين غرب البحر الابيض المتوسط اليوم قصر السفير الامريكي بلبنان حاكمنا نقدر سنسجل ولد ولد صغير فينظر عليه السفير الامريكي والفرنسي وغيره هاي مش هاي اللي بدنا نموت وهي حصرة بقلبنا احنا يمكن على دوركن انتو اللي صار تتحسن الامور شوي يا عم غابة الشمس ما تطورش فينجا نهوة ولكدها شلسوة افكا متلعبوة اضربلي عربية وخلييني يجو طيب حاج فيك بتحب تضيف اي شي انا ما سألتك ايا عن فلسطين يعني شو هي اي معلومة بتحب تضيفة عن فلسطين انا ما سألتك اياها والله لا اقول لك شو مش انا اللي بدي اضيفها بقولها انت متعلمي ولا لا يعني ما قالوش ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا ابراهيم مش رحلوا من العراق بعد ما زدوا بالنار ومنحرقشوا وطلع من النار وقال ايجا هولوت على الارض التي باركنا فيها للعالمين بديك اكثر من هيك اضيف يعني الارض اللي ربنا بقول عنا بارك فيها للعالمين هاي هي فلسطين هذا قول ربنا مش قولي انا انا ما بقدر اضيف الا اللي قاله ربنا يعني فلسطين اطهر اطهر ارض موجودة على الكرة الارضي وهذا بحسب تعاليم ربنا سبحانه وتعالى نديحة الاضافة هاي دخلت بالموضوع شكرا اليك وبنشكرك كثير على الوقت اللي اعطيتنا اياها وعلى المعلومات القيمة اللي اعطيتنا اياها وشكرا جزيلا احجيلك معلومية هاي بريت الخط عنا عشغريك هي انا كنت شويش بالبوليس بعطليك امباشي بالشريطين فيه كان شويش يهودي اسمه يحيك هالصار معانا في البوليس جاني يوم من الايام قال لي صالح ابراهيم بقول له مالك كان مثميني هو عمطر ابو دبسي قد ما كانت مناسي قاسي بقول لي اليوم جاي عنا الدكتور حايم وازمان بتعرفوا بتقول له لا ما باعكم قال لي هذا زي الحج امين تبعكم بتقول له اهلا وسهلا قال لي بس يجي تفتح البوابة وتعمله برزانت امض تعظيم سلام وبتدخله على المعسكر جاي صور اليهود كانوا اليهود مهاجرين عنا بعطليك شوي ساعة عشرة وإذ هالبويك جاي ووراها بطلع عشرة خمس طاعة فالسيارة وبواص واقفت على الباب انا كنت مشؤول للحرص بأذاك الوقت فيه ساحة قدام اللي حرص وقفت السيارة على بنا افتح له الباب وأضرب له سلام ويفوت الجيس اللي انجليزي جوه صافف بدهم يحيوا يعملوا له سلام انا قلت له للعسكر اللي على الباب طلعت برية البوابة وقلت له أفل البوابة وقفت السيارة وقفت السيارة بدل ما انا اضرب له سلام هذا مؤسس الدولة الاسرائيلية هو نزل من السيارة وقامل برناتو عن راتو وضرب سلام اليه انا ولم بالي باشي قلت له شوفر انزل اللي افتح السيارة نزل فتح السيارة فتحت السيارة فتشتها قلت له للعسكر افتح الباب فتح الباب وقحشت السيارات اللي ورا كلهم لتحت عالسهن فجوا حييم ويزمن ضربوا له سلام الانجليزة فسويش اليهودي صار يرز مثل القرطة ملعون والدي قال لي شو غار انتي انتي بتفتس سيارة حييم ويزمن قلت له ايوانا انا ولا اسمع لقولك انا موظف عندي الملك جرز مش عندي حييم ويزمن اجراءاتي بدي عملها قال لي طيب هلأ بس تفوت جوا لازم نعملك كافتة عندي البراختات اليهودي جوا اطركتوا انا في عنا ضابط بوليس ميجر اه شاب وقشا روحت لعندي ضراط السلام روحت اكثر بالله بتحت جري قال لي شو فيهم باشي قلت له انا عملت اجراءات كذا 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 محييم ويزمن اذا الضابط لانجليزة ضابط بوليس مش جيش الضابط طبعا وهو بقول لي بس تفوت جوا ايسا بدنا نعملك كافتة مشك التلفون تلفا للمفتس العام على القز قال له صار واحد اتنين ثلاثة قال له انقل لهذا الام باشي من عطلية دي غري على طول كرم جابوا لانجليزة تبع جيرسيه ثلاث اربعة صدين مياجر وراح بعث عسكر جابوا الكتة تبعي صندوق والاواعي حطوهم باللند وسحبت ظليت ماشي ونادى لكسار بهدل وبهدلي كسار هذا الشويش اليهودي مسح الارض فيه سوفينا على حيفا لعند دائرة القائم مخوم قال لي انزل هون قال له لا الانجليزة قلت لي هون فيه جوس يعود قال لي لك اللوامدك ثوح قال له عن جامع الاستقلال أخذونا لعند جامع الاستقلال نزلوني هناك ما شفتلك الا قلبة نادمينة بحيفا اشي برقض على شارع الناصر اذي عسنتون اشي بقول في واحد لما انا كنت ساكن هناك بوادي الصليب بقول له شو اسمه لهذا محمود الصدد يطرح بالدكاني بقول له ليش انا عم ترقض الناس قال لي خرب بيتك حسبوك يهودي ومعك ألغام ما نزل صندوق ثبع البوليس وانا اشأر ولقى بالشرط مضحلط قال لي قضى يهودي اشتغلت صار لذيب عربي عربي رجوع رجوع اخذونا وروحنا على البرجوع هاي حيين ويسمة تبع اليهود يعطيك العافي حاج شكرا 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 شكرا